تزطموا على كرامتكم باش تجيبوا الفلوس الله ينعلبوا الفلوس إلا كانت مقابل الكرامة أنا أخوكم مغريبي الأصل هاجرت لواحد دولة عربية على وطرف ديال الخبز الحمد لله كنت خدام بدراعي ربي يسر لي في ضق الأولى كنت راجل ونص آه أخوتي راجل وتنركز على هاد الكلمة حيث في ديك البلاد تطعن تفروج والتي منين غنبدا لكم قاستي واخا غنبدا هاديكم من النهار تعرفت على الباترون ديالي السيد اللي مدلي يديه من أول مرة حطيت فيها رجلية في هاد البلاد ربي يسروا لي الحمد لله ما تكرفصت ما تعدبت مواله كل شي جاني تلبيني يديه وليني المبخر هو الأخر الباترون ديالي خدمني وقدلي الوريقات وزوجني بنته وعناش هاد شي كامل قال لكاسيدي القاني والد الناس هو كان بادي واحد المشروع دي القهوة دي الماكلة وكان باغي اللي يوقف معاه وما ياكلوش وأنا وقفت معاه في الأول قلت ليه ما تعطيني والو أعطيني غير سكنة في القهوة وماكلت كرشي وغتشوف مني غير الخير وذلك الشي اللي كان أنا أخوكم ما غنشكر لكم شراسي موالف بتمارة وفي بلادي ما خليت فين خدمت وعاد زيد المعقول اللي خدمت معاه تنخدم معاه غير بالمعقول والنية وربتي يسر اللي موالف تمارة في بلاده تجيه ساهلة تمارة في بلاد الناس واخا كنت تنضرب تمارة وما تنقلش ومعرع لك تافي ما كانش عندي يزهر في بلادي فمشيت نقلب عليه في بلاده الناس ودرت كيف مات يدير أي واحد أرض الله واسعة وكبيرة ثانا بغيت ندير الفلوس وبغيت نرجع لبلادي مرفاح ونديرت أنا مشروع ساعة مني مشيت تماك وخدمت مع ذلك السيد وقدرنا في مدة دي العامين نوقف ذلك القهوة على رجليها ولات من أحسن القهوة اللي كينن في ذلك المنطقة ذلك الساعة السيد التقفية واللي تندرعوا ليمن وبقيت قال السامة من اللي عول علي القاني قد الطيقة دياله ساعة 4 سنين قدرت نرجع للمغرب لكي نرى عائلتي وغيرا رجعت قالت لي الوالدة خاص كولدي تزوج وقترحت عليها بنت خالتي قالت لي ده بنت ترى والتي مغرب وما تلقى حسن من بنت خالتي والنس كولدي في الغربة دياله سنين وهي تتبغيك وتتحمق عليك تتسنى غير إشارة منك ما حال هذه تتسبب بالخدمة هذا ربي يمسك عليك ويسر ليك وما بقى لك ما تقول الوالدة حطتني بنت عينيها شي خطة هذه درسها هي وقتها قلت لي ها الوالدة هاد المرة هنجي وغنشوف المرة الجاية يكون خير قلت لي قول لي شنو هو هاد الخير الوالدة لصقعتني قلت لي هيكون خير وصافي واش رد الخبار على خالتك بقيت ساكت ما لقيت ما نقول قلت لي ها ديري اللي بغيتي ديري اللي بغيتي يا الوالدة حيث الوالدة عندها طارة معزة ما غتبغيش شيرد آخر من غير هذا وقلت لي من اللي انت موافق علش ما نديروش كل شي دابا ودي معك مراتك في يدك قلت لي ها الوالدة والوالدة ارجع الله واسحبت لي كانت دي معي باليزة رعب نادم هذا خاصوا لوراق وخاصوا شلاح ويج ومصاب كون سمعت الوالدة وديت بنت خالتي في يدي ولي اني هادي هي الدنيا والاقدر تتصرف من اللي رجعت لقيت الباترون ديالي موجد لي واحد لمفاجأة ولا في الأحلام شرى لي يا دار ما تفاجؤوش أخوتي حيث حتى أنا تفاجأت بحالكم في الأول حيث رأي ما شي سهلة باش يشري لي يا دار في ذيك البلاد وتانا راني بحالكم وفي الأول ما بغاتش تفهم لي كيفاش غي يشري لي يا دار وديك البلاد وفي هالعقار غالي ولا اني غن تفاجئ بأن ديك الدار في سمية بنته من اللي عرفت أن الدار في سمية بنته وقال لي يا ديالك قلت ربما قال لي يا هالدار بحال ديالك سكن فيها حتى تكون راسك حيث اللهجة ديالهم ضاقمة نفهمهاش مزيان أش من اللهجة وراباين واحد زائد واحد تساوي جوج ما فيهاش حل آخر ولا اني بقدت نوهم راسي ما بغاتش تسرط لي كيفاش شري لي يا دار والسيد كل مرة يقول لي يراها دارك هادي دارك هدا متاعك هادي دارك ما فهمت والو سولته سولته باش يزيدي يفسر لي شنو خبار هاد القادية جاني من الأخر أخوتي قال لي يا شوف انت راجل مزيان وما شفت منك غير الخير وبدراعك وقفتي معايا ودابا ما غاديش نلقى البنتي عريس حسن منك ومعاك غنكون مطمئن عليها تصدمت تصدمت أخوتي أولا أنا أعطيت الكلمة لأمي على بنت خالتي وتانيا بنته ما تنعرفها ما تتعرفني ما عمرني شفت توجهها إلا كانت تتشبه لبها مشيت فيها وتالتا شكون اللي يقدر يفلت بحل هاد الفورصة السيد لباس عليه عنده ما عفش حال من قهوة وهاد القهوة اللي كنت تخدام فيها أنا تقريبا رهي القهوة السادسة ولا السابعة يعني السيد عنده سلسلة دي المقاهي لباس عليه بمعنى الكلمة وإلا مغينوتش يشري دار ويقول لي هكذا لا كانش داير معي الحساب اللي بغيتها تعطيها لي احتمال الفلوس اللي تنصفت لدارنا هو اللي تعطيها لي فوق الخلصة ديالي وفوق البوربوار ديالي وفوق كل شي فرصة من ذهب ولا إني راني أعطيت الكلمة لأمي كيفاش غندير سكت ديك الساعة ما قلت تكلمة وحته هو قل يسير قلت مع راسك وفكر مزيان ورد عليها ولا إني السيد بحلي أعطاني أمر وخصني النفده السيد كان لباس عليه لباس عليه عنده الأملاك والنفود هو قل لي غير دير لي بنتي في عينيك وما غير يخصك معايا حتى خير هاد البنت كانت هي بنتو الصغيرة ومن خلال الهضرة ديالو عليها باين عليها مفشة وفوق القياس وبيني وبينكم أنا مع القرارة ديالنفسي حسيت براسي شي حاجة كيف السيد لباس عليه وتعرف الناس وتعرف الرجال المعقولين حتى هما واللي بدراعهم واختارني أنا من بين دوك الناس كاملين حسيت بواحد فهمتوني كيفاش المهم اللغدة قال لي شنو قلتي طابعة الحال سأوافق ما عنديش خيار مجرد معطته الموافقة عرفت راسي دخلت في مشكيل مع الوليد خاصني نهضر معها ولغي ذيك الهضرة اللي هضرت على بنت خالتي لغيها تماما وبأي وجهين كان من اللي اتصلت بالوليدة لقيت عندها بنت خالتي والوليدة مزروبة جابت بنت خالتي للدار باقى المدرنة في الطاجين ما يتحرق يالله قلت لها كيدايرا الوليدة كيدايرا مع الصحيحة قلت ليا بنت خالتي كراها عندي في الدار قلت لها كيدايرا لابس عليها ما كذبت في عيطة قلت لها هي معك اهضر معاها ناري اشغنقول ليها اشغنقول ليها قلت لها لابس عليك قلت ليا لابس الحمد لله مجرد ما هترت معاها قلت ليا انا فرحانة 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 بزاف عرفتو اخوتي ديك انا فرحانة اللي خرجت من فمها هي اللي خرجت فيها عمرني من نسى صوتها وهي تتعبر لي على الفرحة ديالها خليت بنت خالتي بنت بلادي من دمي ولحمي ومشيت الوحدة ما تنعرفها ما تنعرف عاداتها ولا تقاليدها ولا كلامها الكلام ديالهم ما تنفهمه بستة وستين كشيفة تخليت على بنت خالتي اللي عقيتها الكلمة وكانت تتموت عليا هيوى اللي دار الدنب تستاهل العقوبة واي حاجة وقعت ليا مستاهلها المهم تزوجت ببنت الباتران ديالي شفتها مرة وحدا قبل الزواج ديك الرؤية الشرعية البنت الحمد لله ما تتشبه شبوها من ناحية ديال الجامال ساكتة ما تتهش عينيها من الأرض قلت الحمد لله الدار اللي غنسكنوا فيها كانت مشرية في سميتها واذاك شي علاش قال لي يبوها الدار ره ديالك يعني هو كان مقاد الخطة دياله انني غنزوج ببنته ورغنسكن معها في نفس الدار يعني الدار ره ديالك ايوا كيف ما قلت لكم درنا واحد العرس بلا ما ندخل في الديطاي عرس ملاكي ما حضر فيه تا واحد من عائلتي بوحدي ومن العرس للطيارة باش ندوزوا شهر العسل المصاريف كلها مدفوعة من اللي وصلنا اللوطيل تنتفاجئ بالبنت كلها واشمة درعانها رجليها عنقها المهم تصدمت ما قدرتش نقرب ليها غاد فطار وكاتبن فيه شمنك يا سيوفة شمنك يا قلوبة شمنك يا أسماء ديال الدراري وديال لبنات واللي تباغينا رجع غير في حالي ما بقيت حاسلة بشهر العسل لبوالو تنحس براسي تنغرق في القطران ذلك الساعة سوّلتها قلت ليها شنو هدلوشين قلت لي كنت في أحد الفطرات المراهقة وبغيت نجرب وجربت ودابراني نادمة وهذا شي اللي كان اللي باين لي أنهم غير ضغطا عليها تقبلت زوج المهم سكت على ما فيه ذلك الساعة قلتي ممكن غلطات في صورها ما غاديش أنا نحاسبها من اللي رجعنا من شهر العسل بوها هو اللو والبدالية حيث عارفني أنني سوف نرى كل شي أكيد قلت لي بأن بنته جاءتها واحد المراهقة صعيبة ديال الحمار وبدأت تدير اللي بغيت ولكني دابة رأيها عادية ما عندها حتى مشكلة المهم تحت الضغوطات ديال بوها والحياة وشا نقول لكم دوزت معها 4 شهور حملات بوها أمها وخوتها فرحوا كتر مني وكتر منها أنا ما كنتش مستاعد باش نولد معا إنسانة بحال هادي وهي ما كنتش مستاعدة باش تكون أم أصلا ولا إني كي تنقولو طلبها غير زوينة غادي نتعرفو من بعد وإلا وصلتي معا نحتل هنا في القاسة ما تنسانيش من واحد اللايك اللي يعطيك ما تتمنى ديك الساعة حسيت أنا ربتي خلصني لديك شي لقدرت في بنت خالتي العائلة كلها عرفات أنني بغيها للزواج وأنها هي لي وأنا ليها وكسرت فرحتها ومشيت عند وحدة الله أعلم شنو كانت تدير في حياتها وشنو بقا غدير ما زال لأن السيدة بين لي آنورمال ما شي ديال الزواج هي قعمد أخليها الزواج في راسها حليها مزر في هبوها ولصقها فيها أنا أما هي ما تقبلت شهاد الحمالة ولا إني في الأخر استسلمات للواقع المهم بلا ما نطول عليكم ولدات الولد ما شي عادي من اللي شفنا الطبيب قال لها مباشرة واشتتعطي المخديرات هي تفافات قدامي ولا إني قالت ليه لا قال لها الطبيب ما يمكنش من اللي أكد ليها الطبيب أن هاد شي تيجي الأطفال لأمهات ديالهم تتعطي المخديرات قررت أنها كانت تتعطي المخديرات وحبسات أول مرة تمسمع هاد شي أخوز بحالي بحال الطبيب رجعنا في الطريق ساكتين ما دويناش من اللي تلاقيت مع بباها قالوا علش ما قلتيش ليا أن بنتك كنت تتعطي المخديرات ذيك اللحظة حسيت بباها بحال يزير معي اللعب قال لي ها أنت قلتي بفمك كانت يعني كانت وانت ما عندك حق تحاسبها للماضي ديالها ديك الساعة أخوتي حسيت براسي بحال شي حمار وعنده ودنين طوال وحسيت بالشمتة وبأنني ماشي راجل ماشي راجل اللي صابر وساكت على وحدة بحال هادي ما لقيت ما ندير ما لقيت حتى حل من غير أنني نسكت ونقول هذك الماضي ديالها ما عندي فيه تدخل أنا شارك بها وحد الوليد ما عندي كين دير وخا ذك الولد ما تنشوفوش ديما عند طارهم وخا جبت شغالة باش تقلس معاها ويقابلو ذك الوليد حيث كان مريض ولا أنها لم يكن عندها غارات لا في الولد ولا في الشغالة بجوجهم تنشي عند أمها وعلى وجه ذك الوليد لا نستطيع ندير التحاجة ذك الوليد الذي هو مسكين ما لديه حتى دم بسبب السيدة تزاد مريض وفوق ذكي ما يعطي رعاية عمرها مرضعته تيرضح لي بالعادي ديال الفرماسيان عمرها مشداته حضناته حسيت بها بأنها تبغيه هي قلت اليوم أنا ما متقبلاش أنني يكون عندي والد واحد العقلية ما عمر عيني شافتها أنا الخدمة كانت عندي قاسحة تنجيل الدار غير تنعس وفي الصباح بكري تنشرت الطريق لأن القهوة كانت عدنة بعيدة وأنا اللي مقابلها حتى تنسد على تنجيل الدار هي كانت تدير ما بغيت دي ما تدار عمر بصحابات ما تنعرفهم ش تشكون هما في وجههم مغطيات ما تعرفها راجل ولا مرأة المهم عايش واحد الحياة ما نقول لكم شا أخوتي ديال الدل ونستاهل اللي خليت بنت بلادي وجيت لبلادات الناس ونستاهل بنوب بنت خالتي تيخرجوا فيها كنت معدب أخوتي معدب مختي يبغي ينفجر أنا ما تردش بالدل وعايش فيه بالزز مني ما لقيت جهد واحد الليلة وانا ناعس حلمت بالواليد جا عندي عرفت ودعبت نعود هل حمي تيت بورج قل لي يا والدي وش تبيه خير قلت له بي خير الوالد الوالد يا راه ما تشحال هذه قلت له بغتي شي حاجة الوالد قل لي يعطني غير وليد الصغير ولدي ونسع ما تقول معراسي كيف هنعطيه ولدي وهو ميت يعني عارف بأن الوالد ميت وهكذا كهزيت ومدي تولي وغبر وقبل ما يغبر الوالد دار عندي ودار فيي واحد يشوف عمرني ما ننساها قال لي يا الدري أنا ادي وهنيتك منه ما بقى عندك هنا ما يدار سير سير في حالك سير دخل دار قفزت من بلاستي يا أخوتي وحلت عيني بقيت نشوف الحلم باين وفك رأسي رؤية هذه ما بقى عندي هنا ما يدار أكيد سنبعد من هذه السيدة ونطلقها ونرجع في حالي البلادي دي الساعة ما بقى تحاجة رابطاني بيها بقيت نفكر باش نطلقها ولينكي هندير رابز بزاف الشروط محطوطة على ظهري من اللي سيقول يا سني سنقول بسم الله سني هنا بسم الله سني هنا بسم الله سنقول ما شي مشكل سنعيش في الخير سيد باخر عليه وغاد يغرقني في الخير وليني ما رضيتش البال أن اللي تغرق راحت يموت حل اطرالي انا داب ماتت كرامتي ماتت رجولتي ماتت قيمتي بنت عائلتي كل شي مات قدامي وانا حي أرزق عرفت 6 يومين توفى ولدي مسكين كان مريض طبيب قال لنا بأن الحالة ديالو مستقراش وبسباب المخديرات أنا علم قال لي الطبيب أنها كانت تتاخذ المخديرات وهي حاملة وعلى أن هي وبها ونكروا هاد الهضرق قال لك سيدي الطبيب أعطي خربك مور هاد شي من اللي مات لي الوليد بقيت 7 سنين مع هاد السيدة وهي تدير اللي بغات وأنا ما نقدرش ندوي ما نقدرش ننطق اللي بغات تديرها راجل محطوط في الدار بدون فائدة دك شي أش تقول لكم أخوتي راه أي حاجة في ماتت تطعنت في رجولتي وردت مع ناس ما تعرفوش بينهم وبين الله وردت نبواها في مصيبة ما قدرش هو يلج جم بنته يحكمها قال أشنو سندير ندبر لأشي فيكتيم اللي تولي وأحلف عنقه والفيكتيم كان هو أنا تنمشي نخدمه وأنا عايف راسي تخيلوا أخوتي عايف راسي أنا تندحك على راسي دخلت اكتئاب 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 ماذا نقول لكم ربي كبير واحد النهار نحن في الخدمة احتاجتنا الخبار مرتي نزوها السبيطر غير دخلوها توفات اوفردوز خضط جرعة كبيرة دي المخدرات وتوفات ما بكيت عليها بكيت على راسي بكيت على رجولتي التي ضاعت مع هاد الناس ايوه في القنازة وفي الحوز وفي الأجواء جاء عندي بباها وقال لي اسمح لي وأنا سنتنازل لك على أي حاجة سنتي عليها ذاك ما كان عارفت أخوتي ما دورت عندك وتسحبت لكم بنت خالتي بقى تتسناني ما لقيتها تتسناني وحتى من الوالدة لقيتها تتسناني غير باش تسامح معي وتقول لي يالله يسمح لي على هادشي اللي درتي فراسك وفينا عارفت أخوتي من اللي تزوجت المدة قريبا ديال تسع سنين ما نزلت للمغرب حي تعار فراسي شنو داير مخبي الوالدة قلست معها الله يسمح لك والله يرضي عليك وفعلا اخوتي توفت وبقيت قالسة نفذيك الضوارة تمك بنت حياة جديدة تزوج توليت ونسيت قاعدك شريد زالية مثلا لا تريد تفكروا ولي اليوم جيت نعود لكم ويكون عبرة البزاف ديال الولاد ويقدر يكون عبرة حتى اللبنات ما تديروش بحالي تزطمو على كرامتكم باش تجيبوا الفلوس الله ينعلبوا الفلوس الى كانت مقابل كرامة هدي قصتي وهدي حكايتي شكرا على الاستماع ديالكم تسلنا هنا في قصص جديدة وبسلام عليكم